السلام عليكم. فكر معي في اجابة سبع اسئلة دول هيفنوه معك جدا في مجال البيع. السؤال الاول ايه? ايه المنتج او الخدمة اللي انت بيبعها. فيها نقطتين السؤال ده. مواصفات المنتج ومميزاته. المواصفات على اعتبار مثلا مثلا انت بيبيع عربية في معرض عربيات. فلازم تعرف مواصفة العربية. كام حصان العربية. كام سي سي. عزم اليوتن كام. والمميزات بتاعة العربية اللي انت بيبعها. سواء من اعلامة. الاعلامة بتاع المصنعة بتاعة الشركة. او شنطتها وسع عربية كبيرة او عربية سبور رياضية. بيجيب بيجيب المية كيلو في قد ايه كام سانية? كل الكلام دوت لازم تعرف اجابته في السؤال ايه? السؤال التاني. ليه? واجابة السؤال ده عند العميل. احتاج العميل للمنتج اللي انت او الخدمة اللي انت بتقدمها? او عايزه ليه? ايه المشكلة انت هتحليها لو ما تديله منتج بتاعه? من وجهة نظر العميل. لما انت تسمع العميل كويس عايز ايه? العميل عايز عربية كبيرة مسلا لو اعتبر خدنا مثال ان انت سيلز عربيات. عايز عربية كبيرة عائلية. او عايز عربية سكند كار. عربية تانية رياضية يسافر بيها. فانت سمعت العميل عايز هو محتاج ايه? فليه دي بقى بتاعة العميل? السؤال التالت. بكام? المنتج او الخدمة اللي انت بتقدمها سعرها كام? عشان لما تعرف سعرها كام? والمنافس بتاعها في السوق سعره كام? تعرف الشريحة بتاعتك من العملة اللي انت هتدور عليهم? دخلهم عالي. دخلهم قليل. على اعتبار مسلا انت ببيع عربية فول مليون جنيه. فانت عايز شريحة معينة بالعملة? دخلهم عالي? علشان يقدروا اشتروا العربية بتاعتك. وده بيساعدك جدا في مراحل البيع الاولى اللي هي موضوع التنقيب. ان التنقيب ده حاجة مهمة جدا ان هي بتوفر عليك موجود ووقت. ان احنا عارفين وقت البيع. تنقيب ومكالمات وزيارة العميل وتحديد مقابلة وبرزنتيشن وكلوز. فانت لما التنقيب بتاعك بيبقى كويس بيقدي نتاج كويسة جدا. فالسؤال بكام? انت كده عرفت سعر المنتج او الخدمة اللي انت بتقدمها بكام? يجي السؤال الرابع. مين? انت بتبيعها المين? هو جاية من السؤال التالت اللي هو بكام? يبقى انا كده مين? عرفت ان انا محتاج عملة لشير منتج بتاعي. الانكم بتاعهم بتاعهم عالي جدا. او يعني بتاعتي عالي بشوية. رجال اعمال لاصحاب شركات اه مدرين مشروع. هيقدروا الشيل العربية اللي هي بمليون جنيه. فانت كده لما تيجي بتعمل تنقيب عرفت ان يبقى كل مين? دول مهمين في الاسئلة السابقة. يجي عن السؤال الخامس. فين? انت حضرتك بتبيع المنتج والخدمة بتوعك دول فين? داخل مقر الشركة? ولا خارج مقر الشركة بيع مباشر بيتو بيه? السؤال السادس. امتى? امتى? يعني دي موعيد العمل بتاعتك امتى? داخل مقر الشركة من تمانية مسلا صباحا لغاية خمسة مساءا? ولا انت اليوم بتاعك كله موعيد داخلية وخارجية وبتعرض على العملة برا? والسؤال الاخير وده المهم جدا بالنسبة لي. ولو جوابت على السؤال ده كويس بعتك جدا. ازاي? كل الاسئلة الستة اللي فاتت دول اللي هو مين? وايه? وبكام? وليه? وفين? الستة دول? حاجة? والسؤال السابع ده حاجة تانية خالص. اللي هو ازاي? الطريقة اللي انت بتعمل بها مع العملة. ايه هي? طريقة مباشرة? ولا طريقة جر مباشرة? طب يعني ايه الطريقة المباشرة? الطريقة المباشرة اللي هي اشتري العربية دي قبل سعرها ما يعلم. الحق العرض. اه زور فرعينة. اللي هي طريقة هجومية. طريقة قديمة. الطريقة الجديدة اللي هي الغير مباشرة ان انت بتحسن عميل ان هو فعلا محتاج المنتج او الخدمة بتاعته دي. علشان هتوفر عليه مجهود كبير جدا في البحث على حاجة غيرها او هتوفر له وقت وهتدي له راحة وشعور بالاتمئنان. يعني اموشن هو ازاي غير مباشرة دي بالاموشن بتبيعه بالعاطفة. ان انت لو مشيت على ستة اسأل اللي فاته دول المنطق تمام. مش هتدفع العميل للشراء. ان المنطق ما بيغيرش السلوك. اللي بيغير السلوك العاطفة. ان هو يتخيل ان هو ركب العربية ديت. مسلا على الاعتبار ان هو خد عربية سبور. علامة مميزة المانية. فانت بتعملك قصة بها ان انت حركة تاخد العلامة ديت معروفة جدا لما تبقى نازم العربية الناس كلها بتشاور عليك. هو كده. حاس ان هو حد مميز. مين يكرر ان هو يبقى مميز? اه حاس ان العربية دي سفتي معاه في الطريق او وقت ما بيسافر كتير وقت ما يقول يسافر يلا هبا يسافر على طول. عربية سريعة سبور. اه العربية دي فيها وسائل امان ليه والعيلته. اه القصة البيع مهمة جدا ان هو بتحسس العميل في الطريقة الغير مباشرة لغير الطريقة الهجومية الاولانية. ان انت بتحسسه انه ما خدش المنتج بتاعك ده وانت بتعمله سلز ستوري البرزنتيشن احس بقلم واخسارة وان هو ضع عليه فرصة كبيرة. هيفضل يفكر والاوموشن والعاطفة لهم قرار كبير العقل اللواعي خمسة وعشرين الف مرة عن العقل الواعي. ده اللي بيأثر وبيدفع العميل للشراء. السؤال السابع ازاي ده? مهم ده اللي بيفرق بياع عن بياع وبرزنتيشن عن التاني. وان شاء الله هنعمل في السؤال السابع ده. البيع اه بطريقة غير مباشرة. كتيرة ان انت ازاي تدي العميل لحاجة ما يحتاجها. من غير ضغط دلوقتي اي بيع بيتصل كتير وبيعمل اسبام. لأ انت بتشوف العميل عايز ايه? وليه? اللي احنا هناك في الاول. بتعمله بها سلز ستوري انت مش بتحكي عليه. ان الحاجة دي المتفصلة ليه هو مخصوص وهيبقى مميز لو خدها. ولو ما اخدهاش يبقى على فرصة كبيرة. شكرا.